الآن بسم الآب والإبن والروح الكدس الإله الواحد آمين أهلا بكم وبرنامج ساعة على الهوى أحد الخمسين أحد جميلة كلها إرايات من إنجيل يوحنى وكلها بتتكلم على أنا هو خبز الحياة أنا هو ماء الحياة بتتكلم على الإيمان والتشاكك النهاردة حد جميل أوي إنجيل جميل أوي اسمه أنا هو الطريق أنا هو الطريق الحقيقة الكلمة دي جميلة جدا وليها معاني عميقة من محبة المسيح لنا إنه هو رسم لنا طريق نمشي فيه أنا هو الطريق للسعادة أنا هو الطريق للفرح أنا هو الطريق للأمان أنا هو الطريق للحرية أنا هو الطريق للأبدية كأن المسيح جيه وشاف الناس تايها وزي ما هو بيقول كده ايه كخراف لا راعي له هو المسيح شايف كده الناس يعني رايحين جايين والحقيقة مش مطمئنين وتعبنين في زمنه وفي زمننا احنا كمان فالحقيقة اقول لك بس انا بقى جيت انا اورلكم الطريق انا بقيت اورلكم الطريق وانا هو الطريق نفسه عشان كده النهاردة اي واحد بيسمعنا بنرشم الصليب مع بعض كده نقول يا رب برشدنا لطريق طريق الفرح وطريق الحرية وطريق المصالحة والطرق اللي كلها نعمة وكلها فرح اول حاجة نتكلم عليها المسيح هو الطريق والرفيق والغاية تاني كده المسيح هو الطريق هو الرفيق هو الغاية يعني ايه الكلام ده الحقيقة مثل بلدي كده دايما يقول له ايه اختار الرفيق قبل الطريق اختار الرفيق قبل الطريق فلما نيجي نقول كده المسيح هو الطريق وهو كمان الرفيق يبقى الحقيقة المسيح ما ودناش في طريق وقال لنا امشوا فيه كده ويلا وروني شطرتكم ما قلناش يلا روحوا الطريق واسندوا على بعض ما قلناش روحوا الطريق ويلا انتوا حظوكم لا الحقيقة المسيح قال لنا انا هو الطريق للمسيح الطريق ياسف للابدية للنعيم للراحة للفرح للسلام للغفران للخلاص قال لهم كده سراحة لاحد يأتي الى الاب الا بي ان هو الطريق والحق والحياة ولو ترجمناها كده نلاقيها ان هو الطريق الحقيقي للحياة لو depictنا بس في الفاظها كده الطريق والحق والحياة هو الطريق الحقيقي للحياة للسامة للبدي ولما قال لنا هذا الكلام هوppe هو رفقنا في الطريق وذا انا معكم كل الايام الى انقضاء الظهر كتر اوي في ايامنا دي ان الواحد يبقى تاية واحساس وشعور يعني الواحد يقعد يقول كده انا مش عارف انا فين انا مش عارف انا متضايق ليه انا مش عارف الناس بتعمل معايا كده ليه انا مش عارف النهاردة هعمل ايه وبكرة ايه اللي هيحصل لي انا مش عارف ايه اللي حصل احساس التيه ده كان صعب جدا واحساس التيه ده بيخلي الانسان يسلك في مسالك مش حقيقية ومش صحيحة يجرب دي ويجرب دي ويجرب دي ويجرب دي تخلوا معايا كده واحد مثلا عين ومش عارف سكة الدكتور اللي هينصحه نصيحة حقيقية نصيحة تشفيه بجد فعمال يجرب هنا ويجرب هنا وده يقول له طيب بص تعالج بالطريقة دي وبص بتعالج وبص هنا وبص هنا وهو كل مرة ياخد ده وغلط وكل مرة يتعب بزيادة لغاية ما يلاقي طبيب حقيقي وطريق حقيقي للشفة يقول يا سلام انت كنت فين يا دكتور ده انا يا ما جربت غيرك ويا ما جربت حاجات كتيرة تشفيني فيش حاجة شافتني فالمسيح من محبيته يقول لك انا هو الطريق ومش سايبك ده معاك في الطريق رفيق ونعم الرفيق وحسن وحسن الرفيق يعني مفيش احلى منه تمشي تقنججه ده ومش بيقنججك ده بيشيلك الحقيقة تقول يا ابونا بس احنا ساعات مش بنحس بالمسيح في الطريق بتاعه ساعات بنحس ان احنا الحقيقة تيهين ومشيين في سكة المسيح بس هو غايب هقول لك استحالة المسيح يكون غايب استحالة مش ممكن مش ممكن النسية الام راضعها انا لا انساكم عيني عليكم من اول السنة الاخرها ومن سنة لسنة فهل هل ربنا يسبنا في الطريق بتاعه لا هوذا انا معكم كل الايام الى انقضاء الظهر انا هو الممسك بيمينك ولما نيجي نربط ايات العهد القديم مع ايات العهد الجديد مع كلمة ان المسيح هو الطريق وهو الرفيق هنلاقي ان المسيح ما عندوش اغلى منك ما عندوش اغلى منك عشان يبقى معاه في طريق الابدية وفي طريق الخلاص فلو انت عندك احساس للحظة ان المسيح مش معاك في الطريق هو معاك بس انت عندك انت المشكلة غالبا ممكن يكون فيه خطية بعدك او يكون فيه احساس بالزن بمنعك منك تشعر به او مفاهيم غلط متخيلها يعني اصلي الناس تقولك زي ما هنتكلم كمان شوية على الام الطريق ان الطريق فيه شوية الام وفيه شوية صعاب فالناس فكرة ان المسيح معاها ده معنا ان الحياة منتهى السهولة المسيح نفسه حياته ما كانتش سهل على الارد وكل القدسين وكل الانبياء وكل 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 الناس في الكتاب المقدس وبره كتاب المقدس حياتهم ما كانتش سهلة بس كانوا وصقين دايما ان المسيح معاهم فاول حاجة بنقولها المسيح هو الطريق وهو الرفيق قبل ما نتكلم على الام الطريق ومعوقات الطريق انما لازم تكون فاهم ما فيش غير طريق حقيقي يؤدي بك للسعادة او الفرح او السلام او الامان والطمأنينة ولا الابدية ولا الخلاص غير سكة المسيح غير كلام المسيح غير مفاهيم المسيح غير مبادئ المسيح نمر اتنين المسيح مدناش هذه المفاهيم والمبادئ والطرق والسلوكيات وقالك يلا وريني شطرتك لا دمعك وبيدي النعمة يقولك اعطيكم فمن وحكمة يقولك ليس كما يعطي العالم اعطيكم فحين انا ضعيف فحين اذن انا قوي اللي كيتحل علي قوة المسيح متخيلين بوليس يقول ايه وانا ضعيف وتعبان ومليان بالامراض ومليان بالمتهدات انما انا قوي ليقول الضعيف بطل انا كل ده سبب ايه كل ده ان المسيح هو رفيقك في الطريق كل ده لان المسيح هو اللي بيسندك في الطريق فهو ما ادناش طريق ودنا وصية ودنا كلام ودنا انجيل وسبنا لأ اطلاقا اللي حس كده يراجع نفسه او ليدرك كده يبقى محتاج تغيير في شوية مفاهيم او في شوية سلوكيات او مزيد من التوبة او مزيد من العمل الروحي انما المسيح يسيبك لأ طول من انت في طريقه استحاله يسيبك هو الطريق وهو الرفيق نمرة ثلاثة هو الغاية يعني ايه يعني احنا غايتنا كلنا ان احنا نكون على مثال المسيح وصورته ومثاله دي الغاية اما غاية الوصية فهي المحب نحب المسيح ونحب ربنا ونحب بعض وهدفنا ان احنا نكون على صورته وعلى مثاله وعلى شبه نقعد نقول له يا رب كده غير في طبعنا يا رب غير في اسلوكياتنا يا رب غير في احتمالنا خلينا عارفين نحتمل ليه حبيبي يقول له رب عايزة اكون زيك ما هو انت كنت على الصليب اوي وبتخفر وبتسامح وكنت سبب فرح وبركة لكل الناس اللي حواليك وكنت مصدر قوة لكل من تقابل معك ومصدر سلام ومصدر حرية لكل اللي كانوا مقيدين انا نفسي عيش زيك انا نفسي اكون زيك نفسي الناس تحبني نفسي اكون مصدر تعزية نفسي اكون مصدر رجائي نفسي الحاجات الصغيرة دي ما تقفش قدامي نفسي يا رب اشعر بالطمأنينة يوم ما سكنت كده الريح ويوم ما هديت البحر وديتنا سلام كلنا فبقى هو الغاية هو الطريق وهو رفقنا ونبص عليه نقول له ايه ليكون بكر بين اخوة كاثرين زي ما بولس بيقول فهو الطريق اللي هتوصله بيه وهتلاقيه هو في الاخر ياه يا رب ده انت محوط علينا يعني انت رسم لنا طريق نمشي فيه والطريق ده هو كلمتك هو وصيتك هو سلوكك وافكارك وبعدين انت ماشي معنا في الطريق ولما هنمشي في الطريق ده يا رب هنلاقيك في الاخر عارفين انجيل يوم الجمعة اللي فاتت يقول المسيح في صلاته الختمية الودعية يعني يوم ليلة الجمعة العظيمة يوم خميس العهد بالليل ويقول كلام جميل قوي يقول يصلي كنت انا وحضراتكم كل واحد فينا كنا محل صلاة من صلاة يسوع المسيح هو بيناجي الله الآب وطبعا الوحدانية هنا في الثلوث الكردوس وكون ان الابن المتجسد يناجي ويصلي الآب السماوي ده مش معناه ابدا انفصال انما الابن متجسد اله كامل وانسان كامل فهذا الابن المتجسد اقنوم الكلمة ينادي الله الآب يصلي لاجل البشرية اللي هو تجسد واخد جسدها فيصلي وانا وحضراتكم كنا محل في الصلاة دية ليه يعني بتقول كده يا بونا لان الحقيقة يقول ايه لان هو يوصلي ليس فقط لاجل هؤلاء اللي هو التلاميذ انما لاجل كل الذين يؤمنون بيه بكلامهم انا وحضراتكم احنا بنؤمن بيك بنؤمن بيك بكلام التلاميذ والرسل عشان كده احنا كنيسة رسولي فاحنا كنا محل صلاة وبعدين يصلي يقول ايه يقول اريد ان يكونوا معي حيث اكون انا ياه دي ارادة الهية دي رغبة الهية فعشان كده هو الغاية احنا عايزين نمشي في الطريق وهو معانا في الطريق وفي اخر الطريق ده هنلاقي واقف مستنين فاتح ايدي وتقول ايه نعما ايها العبد الصالح والامين تسمعنا يا رب الصوت الفرح فصار المسيح بالنسبة لنا كلنا كمؤمنين هو الطريق وهو الرفيق وهو الغاية وحسن الرفقة هو احنا هنلاقي ايه احسن واحلى وامتع واقوى من المسيح يمشي معانا في طريق حياتنا الى الحياة الابدي وهنلاقي مين اجمل منه يستنانا في الاخر عشان كده بولس كان حياته كلها متعبة ويمكن انا بس تشهد به النهاردة عشان خاطر لما نيجي نتكلم كده كمان شوية في الام الطريق هنلاقي ان بولس واحد اشتدت عليه الالام والضيقات والجلد والغارق والاتهاد والسجن ولكن يترنم بكل هذا ويقول كده بهذا يعظم انتصارنا في الذي احبنا المسيح الذي احبنا ففي كل هذه الالام اللي بتواجهنا في الطريق زي ما هنتكلم نلاقي ما فيش اقوى وامتع واصدق واحلى من المسيح يكون هو رفقنا في هذه الحياة الى ان نلتقيه لانه هو غايتنا لو انت قاعد قدامي النهاردة بتسمع هذا الكلام انت شاب صغير افهم سكة حياتك المفروض تمشي ازاي اوعدتوها وافهم ان المسيح لن يتركك ابدا ما دمت في طريقه ولو حضرتك قاعد معايا كبير في السن افرح تفرح برضو لان المسيح كان رفيقك في كل الايام السابقة وفي كل عمرك انا الحقيقة بفتكر ناس رحلوا عنا الى النعيم الابدي وبلا شك ومعنديش ادنى شك ان هم تقبلوا مع المسيح في نهاية هذا طرقهم على الارض وبدأوا معهم في الحياة الابدي ويا فرحهم لما استقبلهم المسيح والقديسين يا فرحهم لما فتحوا ادركهم الروح على الحياة الابدية وقبلوا المسيح فيقولولوا كده يا سلام يا يسوع المسيح كنت معنا رفيقا صالحا سنتنا في كل حياتنا اذا المسيح هو الطريق هو الرفيق وهو الغاية خلي بالنا من الكلام ده كله اوعى تيئس او اوعى تتعب طيب انت يا بونا يعني رمت لنا كده كلمة اسمها الام الطريق اسمها الام الطريق تعالوا كده في الخمس دقائق جايين نتكلم على الام الطريق الحقيقة المسيح كوعده الصالح انا عملنا بالحرية انا عملنا بالنصرة انا عملنا بالقيامة وطبعا كلنا بنحية هذه الانتصارات الروحية وهذا المجد الروحي ليس فقط في الحياة الابدية انما هنا على الارض وطبعا هو برضو وعدنا وقال لنا في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا قد غلبت العالم فهو وعدنا بالغلبة ومدام وعدنا بالغلبة وقال لنا كلمة ضيق ده معناه ان جوه طريقه مليان حروب ومليان ضيقات ومليان اتعاب ومليان الام طب يا ابونا هو انت بتشجعنا ولا انت بتنكد علينا ولا انت بتمتفائل ولا انت متشائم لا انا لانا متفائل ولا انا متشائم انما انا متمسك بوعد الله متمسك بوعده ان انا وانا في الطريق عارف ان انا هلاقي ضيقات وهلاقي اتعاب هلاقي خصام وهلاقي مشاكل وهلاقي ضغط علي وهلاقي اضطهاد وهلاقي حروب روحية وهلاقي حروب حولي بشرية والشيطان أسلحته حوالي لكن أنا متمسك بالوعد الإلهي بتاع النصرة ده متمسك زي ما قلنا من شواء هو الرفيق بتاعي طبيعاً إحنا نلاقي في وسط الطريق ألام اوعى تكون فاكر إنك لما تلاقي مشاكل في حياتك ده معناه إن المسيح سايبك لا ده معناه إن انت مع المسيح والمسيح معاك والشيطان هو اللي بيدايقك أو الناس اللي حواليك بيدايقوك طب إيه يا بونا الكلام ده هقولك ولا همك ما هم كانوا في أتون النار ومعهم المسيح باين في وسطيهم شافوه وتلامسوا معه حتى الناس اللي ببرى الأتون قالوا ده هذا شبيه بابن الإله خرجوهم خرجوه دانيال في الجب داود مع جليات داود ومع شاول لما كان بيتطهد وبيجري وراه كل هذه الحاجات تقول لنا آه طبيعي في الطريق المسيح نلاقي آلام نلاقي اضطهاد نلاقي مشاكل لكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا لو أنت عينك على المشاكل هتغرق عارفين مسلس الرحمات حبيبنا البابا شنودة اللي اتربنا على كلامه وتعاليمه وياما كانت حياته مليانة بالضيق وياما الحقيقة شفنا دموعه على خده هو صدنا على الشاشات وياما يعني في اجتماعات كده يتكلم عن مشاكل جوه الكنيسة بتواجهنا وضد الكنيسة نلاقي دموعه بتنزل ويتكلم بقلمه وضيق لكنه كان قوي جدا 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 وياما قال لنا اوعى تحط المشاكل بينك وبين ربنا وتقول له يا رب انا عندي مشاكل كبيرة انما تبص للمشاكل وتقول للمشاكل يا رب انا عندي اله عظيم انا عندي اله قوي فتعلمنا نعبر من الضيق ونعبر من المشاكل ان سرته في وادي زل الموت فلا اخافه شرا اذا احنا هنا ما بيهمناش الحقيقة الام الطريق اه بنتعب وبنقع وبنيأس احيانا وكل هذا الكلام لكن احنا متأكدين مدام احنا ماشيين في الطريق بتاع المسيح وهو رفقنا وهو الغاية بتاعتنا الام الطريق الحقيقة يكتاز بنا في كل هذه الالام المسيح من محبته رسم لينا الطريق ده حب عظيم بدل ما نبقى تايهين يقول لك يلا وحطك في الطريق وقال لك انا معاك ولما هتمشي فيه هتوصلي وهذا يقين وهذا ايمان ومهما وجهتنا من الام طبيعي جدا ان احنا نلاقي الام في الطريق لكن هو يرفع عنا هذه الالام ويدينا الاول ان احنا نكتاز فيها فنحيا دائما بنصرة وسلام وفرح حتى في وسط زلال الموت ووادي زلال الموت هناخد فاصل ونرجع نكمل كلامنا انا هو الطريق اشتركوا في القناة 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 طبي للأهم حمل palavrasب وهو الغدوس في سماء سلم ظهر للجلادين عوضاً عنا نحن الخطاب ترك خدين للهازين من طحنا له الإباس دعني نشبع عطش تودع وهو الصامد لم يفنح فر أيها نولبر بللدبر هيا نطمر ذلبينا الأشرار من أجينا يا سيدي تحت من تصنبه الله لا يا إلهي أنا الجاني أنا مني أستحب الصيام في كل يوم أحزنه جاب ونفوشا وكاداش من دار شق الحجاب والقمر وغاب حزناً على ربي الأرباب ارتجات الأرض وكذا الصخور مرتجفة من هول الأمور ماذا تفعل يا فادينا ماذا تحمل عالم كبير أصليب العار بدلاً مني ماذا أقدم إلي أيها نولبر هيا نولبر عموشا وقوم بللد كبير فادينا وغاب لانك من دخل الله والعال ما ياليالي فالالكال فالمن يصقى من قصريات في كل يوم خمسين وقال وضيف وشاوكات لنقال لا كالقوة لا كالعزة لا كالتسبيح والسلطة لا كالحكمة لا كالقدرة الأنوى في كل آوات لا كالشكر لا كالحمد من قصر تفخ الشيطان نمجدك نباركك إلهنا القوي الحنان لا كالقوة لا كالعزة لا كالتسبيح والسلطة لا كالحكمة لا كالحكمة لا كالقدرة لا كالقوة لا كال 있어서 طاق القيام للمنتهى 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 أهلا بكم نكمل كلامنا أنا هو الطريق قلنا دايما نحفظ الجملة دي المسيح هو الطريق الحقيقي للحياة المسيح هو الطريق والحق هو الطريق هو الرفيق هو الغاية طيب من غير ما نعيد الكلام اللي احنا قلناه وقلنا ألام الطريق وقلنا هو أحسن رفيق وأمتع رفيق وأكوى رفيق ممكن يكون معاك كمان نسأل نفسنا سؤال طيب مدام الكلام كده على ما أظن كلنا مقتنعين به مدام بنؤمن بالمسيح كرب وإله ومخلص ليه بنتهى عن الطريق مدام الكلام كده واضح ومدام المسيح بنحبه وبيحبنا ورسم لنا طريق نمشي فيه إلا هو الوصيته إلا هو كلمته إلا هو الصلاح والبر والطهارة كل هذا كلام ليه بنتوه ليه بنتوه عن الطريق ولما نفتح الكتاب المقدس هنلاقي فيه ناس كتير حفزت هذا الطريق ومشيت بنصرة وتغلبت على كل التجارب والألام وعاشت فيه نجاح مبهر وفيه أبادية يعني وصخين مية في المية إن احنا نشوفهم في الأبادية وفيه ناس تاني يضلوا الطريق في العهد القديم وفي العهد الجديد يمكن العهد القديم أمثلة كتيرة ويمكن شعوب زي سدوم وعمورة وزي 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 وحتى بنجوه أصباط بني إسرائيل زي كورح ودسام وابيرام أمثلة كتيرة وفي العهد الجديد برضو نلاقي يهوزة مسيح كان قدامه ومشي وراء ثلاث سنين وضل الطريق خالص ونلاقي برضو في تلاميذ بولس ديماس ونلاقي في أحد تلاميذ يحن الرسول يعني فيه ناس في أمثلة في الكتاب المقرس وفي حياتنا وفي تاريخ الكنيسة ضلوا الطريق كانت بدايتهم كويسة بس ضلوا الطريق ليه بنتوه؟ ليه بنتوه؟ الحقيقة أول سبب يعني أنا هسميه كده السعالب الصغيرة السعالب الصغيرة اللي المسيح حذرنا منه قال كده قال السعالب الصغيرة دي تفسد الكروم الجيدة احذروا خلي بالكم أن السعالب الصغيرة تفسد الكروم الجيدة طيب السعالب الصغيرة دي بقى في ايه؟ تعالوا نتكلم كده شوية حاجة يعني انت عالم صغير حاجة صغيرة كلا تخش حياتك ثم انت عارف منو انت صغير الحقيقة ساعات اقول الحبيبي في الاعتراف ولادي وبناتي هم جايين يعترفوا هو صغير مثلا اللي حبي انت كنت بتقولي خطيتين ثلاثة كل ما بتجبر بيزيد وما يقلوش مثلا وبعدين مع السن هم بتوع زمان وما هو فيه سعالة صغيرة في حياتنا حاجة صغيرة بخير كل ما بنجبر كل ما بنتغير كل ما بنتحسن فكنا بنجهد ضد خطية بطلناها وتعرض علينا حاجة تانية لأسف ضعفنا فبطلناها وهكذا بننمو في الايمان مش خطيانة عمالة تترقم بالزيادة القديم موجود وكمان بيحل عليه حاجات جديدة طب ما هنا فيه سعلب كده تعالب صغير جاي عمال ياكل في الحاجات الحلوة اللي في حياته سعلب صغيرة في العلاقات سعلب صغيرة في العلاقات النهار ده بقت حرب العلاقات حرب شرسة جد جدا 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 تعالب صغير كده يخش وماله ما جراش حاجة ما ايه المشكلة ما الناس كلها بتعمل كده ايه المشكلة لما يكون مثلا متجوز ومصاحب ايه المشكلة يعني لما يكون أنا خاطب ومصاحب او مخطوبة ايه المشكلة ما فيش مشكلة كل حاجة ما بقاش فيها مشكلة تعالب صغير ايه المشكلة لما يعد أتكلم كده بلا حساب محد احنا أصحاب لا لا ما فيش حاجة غلط واحنا نستنى لما يحصل حاجة غلط طب مع التعلق العطفي ده غلط طب مع التعلق في حدود غير رسمي مش مظبوط طب مع التعلق زي كده حد يجي يقولك يا ابونا أصلا أنا يعني بحب وماله حبيبي ألف برك سن مناسب للجواز اه بس الحقيقة أصلا القدامي ده متجوز او القدامي ده متجوزة او ده من ما يعرفش المسيح او ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه التعلق ده التعلق كبر ده بقى أسد وهي كلنا فإذا التعالب الصغيرة في العلاقات مثلا من جهة العطفة من جهة التفكير من جهة الاعتياد كمان السعالب الصغيرة النهاردة اللي بتخشي لينا عن طريق الميديا وعن طريق التلفزيون والقنوات والانترنت كل الكلام ده مفيد ما دام للبنيان ما حدش يقول حاجة انما لو بتدت سعالب صغيرة تخش على عينك وعلى ودانك وعلى كلامك وعلى أفكارك حاجة بسيطة كده مدخل بسيط جدا قلنا عليه ما فوش مشكلة قلنا عليه ما جراش حاجة قلنا وماله مش هيعمل حاجة اتاريه تعالب صغير دخل وكبر وبقى عامل زي الوحش وبلعنا كلنا فتهنى عن الطريق فإذا عشان ما تتهش على الطريق لازم تكون يقز مشكلة وحلها أنا فين في الطريق بتاعي النهاردة إيه اللي معطلني يا ترى التعلب اللي دخلي ده أنا طرعته وطردته وقفلت في وشه الباب واللي عمالة سيبه يأكل من كل حاجة حلوة في حياتي وكلمة وماله ما جراش حاجة ما كل الناس بتعمل كده آه بس خلي بالك انت في الطريق والطريق له شروط شوية الطريق ليه شوية حاجات بنعملها عشان نفضل حافظين نفسنا فيه من ضمننا نحن نكون يقزين على أنفسنا من التعالب الصغيرة احذروا السعالب الصغيرة في العلاقات احذروا السعالب الصغيرة من اللي بتخش لنا في الميديا احذروا السعالب الصغيرة اللي بتخش لنا في الأفكار وفي الكلام النهاردة أولاد ربنا ما يعرفوش أفكار صحيحة عن الزواج والعلاقات كبار وصغيرين ما يعرفوش مبادئ المسيحية في محبة الآخر الواحد بيستغرب أنا بقى فيه فجوات ليه لأن فيه تعالب دخلته والتعالب دي كبرت قوي وبلعت الأفكار وبلعت العواطف وبلعت الناس محتاجين نعود نفتح إنجلنا ونصلي ونتعلم وريننا الطريق يا رب احذروا السعالب الصغيرة في العلاقات في المعارف في الوقت الضايع في الميديا في كل اللي احنا بنشوفه ونسمعه لأنها ممكن تتوهك عن الطريق حاجة كمان بتتوهنا في الطريق بتاعنا الحقيقة إن احنا بقنا نتخانق كتير على الحاجات اللي في الأرض بقنا مسكين قوي في حاجات الأرض وطبعا ده ضد الطريق خالص حتى بولس في كلوسي تلاتة بولس الرسول إن كنتم قد كنتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق خلاص واخلعوا بقى الانسان العطيق واترحوا عنكم الزنا ومحبة المال ساعات تعرف نفسك انك برى الطريق لو بتتخانق على الحاجات اللي في الارض تتخانق تخيلوا كده معايا ولد جيشكي ولد ابو توفى اصبح يعني يتيم الاب وهو لسه بيدرس يعني في المدرس وبعدين عمال يقول لي اصلي عمامي رفعين علينا قضية وعماتي عمالين يتخانقوا معانا اصلي بابا كان شريك معاهم يا حبيبي يا ابني قلت له يا حبيبي ربنا هو قاضي الارامل والايتام دول وقفه قدام ربنا يا ابني ما تقلقش يا حبيبي البركة ما تقلقش على مستقبلك ما تقلقش انك تكون محتياج ده ربنا هو قاضي الارامل والايتام ياه طب ما دول ناس تهوا خلص عن الطريق وانا اخاف انا وانتم يعني انا مش بادين حد اخاف انا كمان انا وانتم نتوه عن الطريق لكن لو انت بتتخانق وبتتصارع عشان حاجات تمسك في الارض بزيادة اخوات مع بعض يعني الاخ اللي توفى ده ده احنا كنا بيوت المسيحية اللي اخوي توفى ولاده دول يبقوا هما ولاده ولما اخوك يتوفى ده انت ولاده دول في عينيك ياكلوا من قبل ما انت تاكل يكونوا هما بياكلوا وقبل ما ولادك اللي بيناموا في حضنك يكونوا متعشيين ولاد اخوك اللي توفى دول يكون تعشوا واكلوا وتعلموا وشبعوا حتى لو اللي عندنا رغيف هنقسم هنا نص وهنا نص ونشبع بالمحبة وربنا يبارك علينا انما نتخانق مع بعض حتى مع اخواتنا اللي ماتوا ياه الولد قاعد قدامي الحقيقة وهو لسه داخل امتحانات وانا قعدت اشجع فيه قوله يا حبيبي ده الوقف قدام ربنا قاضي الارامل والايتام مش في احتياج ولا لا لا يا حبيبي ده ربنا يبارك لك ربنا يشبعك بص على طريق المسيح وما تتعلمش من اخطاء الناس اللي هتعلم من اخطاء ما تعملش زيهم يعني انما انت جوه الطريق لما تبتدي تتخانق على اللي عندك هنا في الارض افهم انك بقيت برا الطريق خالص تقول يا ابونا حقنا وما له حقنا حقنا وحق غيرنا ما فيش مشكلة انما تاكل حق غيرك انما تتخانق وتصارع ده المسيح قال لنا ايه اتركه ده حتى لو حقك وفي حد قدامك يمكن محتاج اكتر سيب حقك سيب حقك لك تقدمك اعطيه اعطه 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 يعني بلا حساب مش كده من طلب منك الرداء فاعطيه الثوبة ايضا اذا كنا المسيح يوصينا على الغرب فنتوه عن الطريق لما نبتدي نتخانق لما نبتدي نمسك في حاجات الارض لما نبتدي نطمع لما نبتدي نقول نأمن مستقبلنا مستقبل ايه ده الطريق كله هو المستقبل هو المسيح هو الرفيق هيسيبك يعني الجوع هيسيبك طب الناس الجعان هقولك دول شبعانين صدقني دول شبعانين وفرحانين والمسيح مالي حياتهم ده انت اللي جعان ده انت اللي جعان وعمل تخزن في اكل عشان خايف لحسنت جوه هم شبعانين باللقمة اللي ربنا بيتعب بيبعتها لهم كل يوم على قد يومه احذروا يا احبائي ان احنا نتخانق على الحاجات اللي في الارض اللي بيتخانق على حاجات في الارض ده تاه ده تاه من الطريق ده تاه من الطريق حاجة كمان بتتوهنا من الطريق الاستسلام للشهوات الاستسلام للشهوات النهار ده بقى كل واحد فينا احيانا يبقى عايز يبسط نفسه ويريح نفسه ويشبع نفسه وطبعا يعني ممكن الناس ما تصدقنيش بس هو بالتجربة كده يعني مش التجربة معايا انا شخصيا انما من العالم اللي حواليك هاتلي واحد اشبع نفسه من كل ما في الدنيا وشبع ده انتحر في الاخر ده فضل جعان برضو اصله هو احنا يعني زي ما كنا بنتخانق على طراب ما احنا بنشتهي طراب يعني مثلا ايه سليمان الحكيم انا يعني عايز اقول لكم امثالة من الانجيل وامثالة من بره الانجيل سليمان الحكيم يقول لك ايه النهر تصب في البحر والبحر ليس بملئة يعني ايه النفس البشرية مهما ندتها مهما ندتها حاول تشبه انه هو نفسه سليمان عمل كده قال لك مهما رأته عيني لم امنحهما عينهما اللي عيني تبص عليه عايزه عايزه عايز ده عايز ده لكن باطل باطيل الكل باطل والنفس الشبعانة دوس العسل فإذن سليمان ادى لنفسه هذه المساح لدرجة انه هو حتى نساءه امانا قلبه الى آلهة غريبة ده سليمان الممسوح ابن داود اللي كتب لنا اصفار وكلام عن الحكمة لما ساب لنفسه الراحة لما ساب لنفسه انه يجرب دي ويجرب دي ويجرب دي نشكر ربنا انه هو ايه فاء نشكر ربنا انه هو قالك ايه باطل اباطيلك كل باطل ولا منفعة تحت الشمس اللي هو العالم بتاعنا تحت الشمس ده اللي هو العالم بتاعنا جرب وشبع وعمل وراح وجه ولبس مهما اشتهت عيني لم امنحهما لكن ايه باطل اباطيل الكل باطل فاوعى تسلم نفسك لشهواتك اوعى تستسلم وتقول طب اجرب دي اجرب دي لا تقعد تجرب لغاية لما نفسك دي تتقطع وتتجرح والعالم حوالين الامثلة كتير الحقيقة احنا النهاردة وقفين قصاد العالم كلنا حتى وان كنا بنبدو متفقلين انما يعني الحقيقة في الايام حتى على مستوى مجتمعنا هنا شوفنا ناس مثلا تعبانة عيانة جدا وتوفوا كتير بسبب الوباء اللي احنا نحيا فيه ده نفعت ايه فلوس سؤال دايما بنسأله سؤال سؤال يعني ناس معاها كتير قوي بعدين قاعد على عسر المرض وخلص مش هنعرف نشتري الشفاء حطوا في احلى مستشفى صفروا برا يتعالك ودخلوا جوه يتعالك خلص وقفين قدام المرض ما قدامناش غير نقول ايه يا رب فماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه ماذا ينتفع الانسان لا منفع تحت الشمس طبعا احنا ناكل ونشرب ونعيش ونتجوز ونتفسح كله في خوف الله انما الانسان اللي بيستسلم لشهواته ويستسلم لكل رغباته ويستسلم لكل حاجة هو عايزها ده تاه عن الطريق بما قاش مجرد اكله وشربه وجوازه وفرحه ونجاح وعمل واكل عيش وخلاص لا 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 ده نفس شهوانية عمالة تحاول تجرب وتجرب وتبص وعلاقات واه واه تاه تاه عن الطريق فاذا هنا اللي توهك عن الطريق لما تستسلم لشهوات قلبك وتستسلم لشهوات نفسك ناس كتير جدا استسلمت قلنا في الاول كده في الكتاب المقدس امثلة زي صدو معمورة اسلموا نفسهم للشهوة الرضيقة وكتاب يقول كده برضو فروميا يقول اسلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق اوعى تستسلم لشهواتك وتريح قلبك وتريح فكرك بأفهيم العالم لأ تبقى تهد عن الطريق اذا يا احبائي الطريق جميل رغم انه آمل ينقلم صدقوني مفوش احلى منه لانه الرفيق في المسيح حط طريق تاني مليان نعيم ارضي انما مفوش المسيح هتلاقي فيه الشيطان ويا ويلنا لو كنا ماشيين في طريق مع الشيطان يا ويلك لو ماشي في طريق مع الشيطان اوعى تصدق الشيطان تخيل كده طريق في المسيح وطريق تاني في الشيطان ما فيش طريق ثالث فيش طريق ثالث هو يا نور يا ظلمة من ليس معي فهو ايه من ليس معي فهو يفرق يا انت معايا يا انت بتبعد عني يعني مفيش اختار الطريق اللي فيه المسيح اوعدتوه عنه سواء بسعالب صغيرة تسحب منك السلام سنة بسنة او انت عمالت تخانق وتصارع على الحاجات اللي في الارض او تستسلم لشهواتك وتستسلم لرغبات قلبك الشرير ربنا يحفظنا خلينا كلنا في الطريق مع المسيح لان الطريق التاني فيه الشيطان نبعد عنه هناخد فاصل ونكمل كلامنا عن انا هو الطريق اشتركوا في القناة 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 شكرا شكرا اشتركوا في القناة والضيق اللي في الطريق في الطريق لانه هو معانا هو قوي يشيل عننا ويخلينا نعدي في المية وفي النار وفي الضيق وفي التعب وفي كل حاجة يوصلنا بسلام وامان الى غيتنا ان احنا نلقاه كمان قلنا خلي بالك اوعدته في الطريق لان كتير قوي تاهو يعني محدش فينا اكبر من ان هو يتوه بولوس الرسول نفسه يقول كده لقل اصير انا نفسي مرفوضا بعد ما جاهد وتعب فكلنا عايزين نكون عايشين بيقزة فاهمين يعني يسعى لب صغيرة في العلاقات في الوقت في الصمر في التعامل في كل شيء فاهمين ان احنا ما نعودش بقى نتخانق في الارض ونحط تركزنا معاها ما نخفش المشاكل الكتيرة وكمان نخلي بالنا من استسلام الشهوات هناخد شوية مفاتيح كده تخلينا نعرف نمشي في الطريق جالنا سؤال من ضمن المفاتيح بيكلم على مثل وكيل الظلم في لقى 19 وبيقول ازاي ان المسيح مدح وكيل الظلم لما سرق هو طبعا سرق انما المسيح ما مدحوش على سرقته تعالوا نشوف المسيح مدحو على ايه وده مفتاح الطريق سيد المسيح مدح الوكيل انه بحكمة صنع انه هو ايه؟ يفكر لما انا امشي من وكالة سيدي هاروح فين؟ هي دي الحكمة اللي مدحو عليها المسيح مكيله الظلم دوت اتواشى بيه انه هو بيسرق سيدي فقبل ما يمشي راح نادى كده الناس انت عليك كام لسيدي قال له ميت وزنة قمح طب خد اكتب خمسين بس فعمل ايه؟ عمل عشان لما امشي من عن دي سيدي الحقيقة الاقي مكان اشتغل فيه الاقي مكان اعيش منه ابقى عملت خير مع الناس وهي دي اصنعوا لكم اصدقاء من مال الظلم مال الظلم اللي هو مال العالم اللي هو في الحياة نصنع منه اصدقاء يعني نستغلوا ان احنا نربح نفوس ونعمل عمل صالح ليه؟ عشان لما نسيب الارض نعرف نوصل للسماء وده اول مفتاح ليك في الطريق كل الطريق انت ماشي فيه اسأل نفسك اخرة السكة دي ايه؟ ودايما يبقى عندك قرار وعندك وقت انك تقوم وترجع للطريق الحقيقي بقى خليك زي الابن الشاطر اللي كان ضال ورجع لابوه عارف يقف مع نفسه ويقول اذا خطوة مهمة قوي لازم تحطها في بالك مهما كنت كبير في السن ومهما كنت صغير في السن يقول لك كده مثل بالانجليزي it's never too late مش يعني عمر ما بيكون ابدا ان دي النهاية لا دايما فيه وقت نعرف نتحرك فيه مهما كنا متأخرين فاول خطوة مفتاح لك في الطريق من مثل وقيل الظلم انك تعمل ايه؟ ارجع عن طريقك الرديق دوت خصوصا ان المسيح بيقبل الضعيف والمسيح بيقبل التايب يعني مهما كنت بيقبل عن الطريق ده يرجعك في اخره عارفين مثل بتاع العبد بتاع اللي جيش تعمل في اخر الساعة حداية عشر اداله الاجرة رغم ان فيه غيره شغال من الصبح وده جي على الاخر زي لس اليمين فالهنا جميل وحلو ويفرح بيك لما ترجع عن طريقك الرديق فاصنع دايما خطوة نحية ترجعك للطريق مهما كنت متأخر زي كده لما ربنا امتدح هذا العبد لانه فكر انا بعد كده هروح فين انا بعد كده هعمل ايه؟ واحد مش ما تتأخرش في السكة بتاعتك وما تقولش كده ربنا مش هيقبالني مهما كنت متأخر ربنا هيقبالك سؤال تاني جاي بيقول يا ابونا احنا نعمل ايه في الايام الصعبة دي؟ ما احنا في الطريق وقلنا الطريق صعب بس خلي بالكم اني رغم ان الحياة اليومين دول بقت صعبة بس هي صعبة على الكل يعني النفاق او الغش او الرياء او المرض او التعب او الوباء ما هو على الكل يمكن احنا محظوظين ان احنا لنا سند يمكن احنا محظوظين ان احنا لنا ابدية يمكن احنا محظوظين ان ربنا يسندنا ويعزينا محظوظين او المحظوظين لنا 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 اله في ظهرك يسند ما وفي الصلاة ولا كنيسة ولا اي حاجة حاضر يا مريم ارد عليك سؤال جميل اول اول حاجة يا مريم لنا ثقة ورجاء كبير فعمل الله مع ولاده اول حاجة عشان انت صوتك كده مقصور يقول بخيبة امل ادي ولاد ربنا لا احنا لنا ثقة في عمل الله في حياة ولاده يا مناس كانوا بوعات وربنا عارف يجيبهم فاول حاجة ثقتنا في عمل الله ثقتنا في افتقاد الله لولاده ثقتنا في تدبرهم حياتهم الروحية لولاده مهما كانوا معندين او مهما كانوا بعد نمر اتنين يا مريم فيه ناس حوالينا زي الفل فيه شباب حوالينا فتيان وفتيات صالحين جدا في عمل الله وبيكونوا امثلة يجيبوا صحابه نعمل ايه نصل لهم ولا نفقد ابدا الرجاء نمر ثلاثة نبتعد تماما عن الزن ما نعودش نزن ما نعودش نجبرهم ما نعودش انما نبعت لهم رسايل روحية بسيطة انا رايح القداس تيجي معايا لأ براحتك حبيبي بقى لك كتير ما تناولتش تعالوا تناول وقت ما تحب انما بلاش الاجبار بلاش الزن بلاش التقنيب بلاش العتاب ولما ابنك او بنتك تقولك ما كل الشباب بيعملوا كده تقولهم لا مش كل الشباب بيعملوا كده ما تتحكش على نفسك او تقولهم ما هم عشان كده واعين في مشاكل المسيح هو الطريق يا احبائي واحنا كاهل الحقيقة ساعات غلطنا لما بعدنا ولادنا عن الكنيسة في سنهم الصغير او مقدمنا لهمش ان احنا مشين في الطريق كل اب وام مشين في طريق المسيح واخد ولادهم معاهم اكيد متطمنين عليهم وساعات احنا السعالب الصغيرة بتدخل من خلال الاصدقاء خلي عندك رجاء يا مريم نصلي لولدنا نقدم لهم قدوة عملية ونتكلم معاهم كده من غير زن ومن غير تقنيق اهلا بيك يا مرينا اهلا بيك وتصدرنا بسال نور اهلا بيك تفضلي هو انا عايز اعرف اللي انا اتعامل مع جوز ازاي في المعاملة برد علي مش عارفة اتعامل معي ازاي وهو عصبي جدا هو اكبر مني ربنا اديك نعمة يا مرينا ده ده سؤال جميل اوي يا مرينا اقري يا حبيبتي وفي الكرسات المشورة سؤال الجميل يمكن انا هرد عليك في دقيقة بس الدقيقة دي مش هتكفي لكن انا عايزك تفتحي وتقري نهارده في محاضرات كتيرة قوي عن البيت المسيحي لو دخلت على يوتيوب ابقنا المباركين ليهم محاضرات جميلة قوي عن البيت المسيحي وطريقة الكلام في البيت المسيحي وسؤالك ده جميل انك عايز تتعلمي اتعلمي افتحي وقري واسمعي ازايات كتيرة بتتكلم عن البيت المسيحي وطريقة البيت بس انا هقول لك كلمة واحدة بس يا مورين الراجل يحب دايما الاحترام ولو قلت له مثلا سألك سؤال فقلت له انت شايف ايه هيقول لك اعملي اللي انت عايزاه والكتاب المقدس يقول جملة جميلة جدا 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 يقول ايه بالحكمة تبني المرأة بيتها بصوا الكلام بصوا الكلام عشان ما حاتش قول ان انا راجل مثلا بقوله الراجل بيحب والست متحب اشتيج عن نفسها لا انا مش بقول كده خالص لازم الراجل هو المسؤول عن المرأة والكتاب بوليس يشبه العلاقة بين المسيح والكنيس لكن الاية الجميلة بالحكمة تبني المرأة بيتها فدايما لازم كل واحد يفهم الشخص اللي قدامه الزوج يفهم زوجته والزوجة تفهم زوجها الكلام سواء من الراجل او من الست كلام المهين او الكلام اللي فيه تقليل او الكلام اللي فيه ردود غير منطقية او فيه تعالي او فيه نوع من انواع الواحد بيستغبل لقدامه سواء الراجل او الست يقفل الحوار خالص انما الكتاب يقول بالحكمة تبني المرأة بيتها اقري واسمعي وفهمي وشوفي وطوري نفسك وطريقي طريق كلامك وهو بالتالي كمان هيتطور معاك على فكرة لما انت تطوري طريقتك فهرجع تاني انا هو الطريق قلنا اول حاجة عشان نكون عمليين ارجع للطريق الصح ما تستناش في طريق غرض فاكرين الطريق الغلط وارفع قلوبك دايما بالصلاة ناخد التليفون كمان طيب بنعتذر معلش فهنرجع تاني نرجع معاك بسرعة ونقول كده نقول المسيح هو الرفيق في الطريق وهو الطريق نفسه وهو غيتنا في الطريق هو المعين ارجع عن طرقك الرضيق من فضلك وارفع قلوبكم بالصلاة احنا محصوزين اللي بيقول نعمل ايه في الايام الصعبة دي نشكر ونبقى وثقين ان ربنا معانا نرفع دايما قلوبنا بالصلاة وبنطلب من ربنا انه يترحم علينا ويترقف علينا ويرحمنا وهو دائما في الطريق معنا يسندنا ويقوينا ويرفعنا ربنا يدينا نعمة وبركة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد آمين اشتركوا في القناة موسيقى